لأي شكوى إلى البرنامج الرقم الساخن 7-1-106-111 المسألة الخير من جديد المصاري بتفتح لنا البواب المسكرة بس ما بتشتري السعادة هيك بيقولوا بهالفترة مش رح نحكي عن المصاري وانما رح نحكي عن مستقبل المصاري كورقة بجيبتنا بتعمل العميل بما ان الصحف الورائية عم متنازع هل عم نشهد نهاية المصاري الوراقية ايضا وشو البديل ضيفي بها الفقرة الخبير بالتكنولوجيا المالية الاستاذ الياس غانم اهلا وسهلا فيك وشكرا لحضورك حضرتك اشتغلت بشركة فيزا لمدة 12 سنة ومن بعدها بالبيبال واتنقلت بعملك بين دوباي والبحرين والسنجابورة وامريكا وحاليا اسست شركتك الخاصة ومركزة بين دوباي والسنجابورة وبيروت وهلأ شركة طوالنا بالمواضيع اللي إليها عليها بالدفع اونلاين مظبوط وبنفس الوقت عم بتشارك ببيروت باليوكي لابنون تاكهب هلأ بعض شوية رح نسألك عن هالموضوع عن التشجيع على ريادة الاعمال وبدعم من مصر في لبنان بس قبل خلينا نحكي مصاري يلا هل عم نشهد نهاية المصاري الورقية وهل رح يجي وقت برأيك انه رح يبطل فيه مصاري ورق مفتكر عم نشوفه شوي شوي مش رح تصير من نهار لتاني بس ديفينتلي في بروسس بلشنا مثل من شوي كنا نرفع ايدنا تناخد تاكسي هلأ صلا ناخد تليفون تناخد تاكسي قبل كنا نفوت على الانترنت وما نروح على الوتال اما على الاجنسي تناخد تيكت صلنا هلأ نروح على الانترنت تناخد تيكت وكل هوا اللي ما مندفعون كاش ندفعون اونلاين فشوي شوي اليوم اذا بتشوف قديش جلوبال سبنينج كاش جلوبال سبنينج اي موني بعضنا اكيدة هون الكاش وهون الاي موني بس هيدا هيك وهيدا هيك دونك ادريح تاخد وقت ناس بقولوا عشر سنين ناس بقولوا عشرين سنة بس بوجيكتد عشرين سنة قليل من مصروفك رح يصير بالكاش موصلي رح يصير كودتكارد نعم بيشبه هيدا الشي التحول من المسار الكونز او المسار الحجر لمسار الوراء هي زيتا حتى ذلك من الحجر للوراء للكارد لما كانت بفيزا عزمونا احتفال لنا وارسيبراتين وان بيليون فيزا كارد والسي او وقتا قال انا سعيد لسببين لسببين معك اولا لانه اول شي صارعا لنا وان بيليون كارد اي سنة الف بليون من شي خمس عشر سنة خمس عشر سنة بليون كارد وبعدين قال التاني الشي اهم انه ما حدا رح يصير في عنده اثنين بليون كارد لانه من وقتا من الاول بليون لالتاني بليون رح يكون اختفت الكارد رح تصير الان لالتاني بليون ادي اخدت وقت لصارع بليون لصارع بليون خمسين خمسين سنة من لما اول طلعت اول كارد يلي كانت كلها كانت هي كان باميركا تواحد يروح من استيت لا استيت ما كان شي مجيل فبالا شو عملوا كارد مكتوب عليها البنك اي بيعرف البنك بي وروحوا تي الكارد سلمونيها وبعدين شوي شوي صرنا من اميركا رح تى اوروبا لانه الناس بلاشوا يسفروا ولما سفروا صرنا كريدت كارد وهلأ صرنا كله حتى الكريدت كارد مانا بجايبتي ليش لانه التليفون بجايبتي وحتى تيل الكارد شو لين راحين يعني خبرنا شو عم بيصير بهيدا العالم عالم انك تدفع من دون ما يكون ما يكون فيه مصاري ملموسة يعني تدفع مصاري مش شايفة بكارد مش شايفه بعد التليفون اذا من كم سنة انت وانا خلقنا كان في بعض التليفون تسحبوا هيك وتعمل هيدي صح بعدين التليفون صرنا نعمل هيك بقى انت عن التليفون صرنا من كمشو صار بجايبتنا كان هيك كبير رجع صار صغير صار نفتحه وكان بعض السكرين هيك صغير وعمل لك هايدي صرنا بشو انت وانا شفناهم لما كنا هلا اليوم التليفون اذا لما بتشتري ما بتشتري لانه فيك تلفن فيه بتشتري لانه فيك تعمل الف شغلة فيه فاذا بنعمل زيتي الشي بالبيمنت كنا اول شي بعطيك ملح من بعض الملح صرت اعطيك غراد من الغراد صرت اعطيك كوينز من الكون صرت اعطيك بيلز والكونز يعني كان فيه كوين مأدوح صار المأدوح مأدوح لانه صرنا نعم كل شي كل واحد ايمي لانه المأدوح لانه المأدوح يربطون سوا يعني اصلا ما يضيعون هايدي لانه بلاشنا نمشي نسافر فيهن نعم وادك تقدم الترانسپورتاشن واليوم صرنا كل الوقت كوننكتد كل الوقت ماشين كل الوقت حتى مطلنا ببيتنا هي المصاري الورقية عمره شي 100 سنة او اكتر صارت اكتر من 100 سنة 100 سنة بس انه هيك هيك شي صرنا كمان صار فيه acceleration يعني اذا بنعمل البراليل بين يلي الانترنت الفاكس التليكس المكتوب تليكس الفاكس من الفاكس للانترنت قدي زمت من الانترنت الانلاين للموبايل قدي صارت بسرعة واليوم صرنا كلنا instantaneous contact يعني انا انا بحكي معك هلا وفي ناس عم بيحكوا عنا بالعالم كله نعم اذا بتاخد الالبايمنت هي زيتها عم بتصير يلي الناس طالما ان اكشن طالما ماشين معهم التليفون والتليفون كونكتد عم بيتعلموا وعم بيشتروا نعم هي يعني عمليا شو بيصير عم نحكي انه الاتجاه هلا صار انه تصير الدفع اونلاين في عدد طرق شو هي في كارد والت وكاش بتألك يون لثلاثة كاش بتروح ع اكشنج هاوس عماني ترانسفر كمباني بتعطيهم المصاري اللي ما عندن بنك بنك اكاونت بروحوا بيعطوا المصاري وبهال المصاري بنعملون اي موني والاي موني بتحطو ع تليفونك بتحط كود صار عندك مصاري محفوزة بالسيستم مش بالتليفون بالسيستم هاي دي اللي ايهستم بولت ايهوالت من الع Обامة بتتخين تاني شي بتاخد كل مرة تدفع بتاخد الكارد تبعاك وتأيد كل النمار طالما انت عا اكيران كبير فيك تعملات تقيد ال 16 نمرة اسمك ادريسة كل شي بس لما صرت عم موبايل بطل فيك يعني بين اصابيعي والسكرين ما بيثبطه سوا فصلنا على الثالث مرحلة يلي بسميها ال E-wallet يلي بتحط الكارت تبعك مرة تاخد سكان عن الكارت تبعك وبعد الجي بيصير دغري بلا ما تنجبر تحط الكارت كل مرة هلنا من الكاش لكارت انتري لكارت والت نعم انت بس تقول الكاش يعني خليني ارجع انا اقولهم بطريقتين اشوف اذا فهمتون او لا عندك ازان ثلاث اساس لتدفع اونلاين اول طريقة هي بتروع على شركة او مؤسسة بتعطيهم الف دولار هال الف دولار هني بيحولولك كيها لحساب على تليفونك مش بمصرف على التليفون وانت بتصير تصرف منه كيف بصرف منه يعني انا رحت هلا على محل كيف فرجي يعني كيف بصرف لا صرت E-money صرت انت هلا عندك الwallet المصاري مش بتليفونك بس انا رحت على هيدا المحل وبدأي اشتري شيء بخمسين دولار ها فايس توفيس اصدقك لا فايس توفيس منه هيدا ال online payment بلشنا اليوم بالفيس توفيس تاخد تليفون تبعك بالNFC تقرب تليفونك على التليفون بس اوكي خلينا بس خلينا نرجع نحنا هيدا الشي ما عم نعمله بالتبادل المباشرة عم نعمله كله اذا بدي اشتري لنقول شيء عن الانترنت بدي اشتري شيء عن الانترنت شو بحط رقم يعني بيكون عندي رقم للwallet اللي سميته بعمله copy paste بحطه بتفوت بالpayment page نعم وبيقولولك كيف لك تدفع ده ادفع بالwallet تبعي هاي بالبنال بعد منا بعنايا مش موجودة بالبنال اوكي فبالwallet نعم التاني هي الكراديت كارد بس مش الكراديت كارد اللي نحنا منعرفه كراديت كارد هي زيتا بس بيكون رقم مش طرور يكون بجايبتنا في هالكراديت كارد تبعك تكتب ال 16 نمرة بتسايفها مرة وبيتضلها ماشي هاي دي التالتي اوكي تانية بعد انت عم تاخد الكراديت كارد تبعك عم تفوت على الميدل ايست تاخد الكراديت كارد تبعك تكتب 16-16 نمرة اسمك وفي واحدة السائلة الرقم السري هاي فيه ثلاثة بدرشو الأرب بدك تبرما وبعدين هلأ سرع بيعمله غير level بيبعطولك one time password بدك تحط او قد وصل لك او قد وصل لك هاي دي مش موجودة بالبنان هاي دي هلأ واصلة على البنان والتالت واحدة which is the future اللي هي المستقبل هي المستقبل هي بسببوها tokenization الكارد تبعك تاخد صورة عنا بيتليفونك كل المعلومات بتروح بالكلاود نعم وبتصير لما انت بتفوت على الانلاين دغري لانه فيت بالتليفون تبعك اما فيت بالبيت من عندك بيعرفوك مع كل شي في security وما مجبور تفوت كل شي عن جديد نعم في دغري تدفع هاي دي كله عم نحكي بسيستام اذا احنا عم نشتري شي online اذا بدروه عالمحل هلأ الشي يعني اذا بدك الخطوة هي التليفون بتحط تليفونك عسكانر او شي ودغري هاي دي عم نوصل لشوي شوي بعد ما مصارد بالبنان بلش تصير شوي هلأ من pay wave وكم واحدة بس اهمة شي اليوم بعد تاخد الكارت تبعك يما swipe يما insert هاي دي بعضها الstandard هلا ايه كاش insert تالت شي راح نوصل لانه يما بساعتك يما بكارت تبعك يلي عندها contactless بتقربها وتمشي الرابع شي راح تصير زيت الكارت بتليفونك ولما بتوصل عالمحل الديفايس طبع المحل بيحكي مع التليفونك وبتتفع فيها بيتحط تغري هي بتاخد هاي 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 فيش دراسات عملت عن موقف اللبناني او تعامل اللبناني مع الكارت نعمل بالعالم كله وفي معدن في 3 categories في mature emerging and yet to emerge نعم المتشور صار الـ e-payment صار حوالة 30 بالمية يعني بلشنا الـ e versus cash 30 بالمية الـ emerging حسب وينك دبي شي سنجابور شي ولبنان شي تاني بين الـ 3 والـ 10 بالمية e-payment ويتو emerge افريكا بعدنا اقل من هيك اقل من هيك اميركا مثلا 30 بالمية 30 on e-payment بين يلي بتعمله online وبتعمله بالفون بالتليفون طبعاك ويلي ما لازم تعطي مصاري نعم ما لازم تمرق الكارت طبعا طبعا الكارت تمرق الكارت بالمحلات اليوم صار يعني اللبنانيين متسمحين اكتر او تعودوا على هيدا الموضوع في دراسات عملية بلبنان تحديدا كارت و بلبناني اوتام جارت ما عندي اللي او تعالى لك هيه هون بس developing لما بتشوف اكتر محلات صار عندن الـ POS نعم بيسموه adoption الـ adoption rate حتى اعمار اكبر يعني سارو عمالت تحديد يعني الهداية أو الأفرات اللي عم تنعمل يعني أنت إخشي بتصير حتى بالدكنجة بتروح بلاك تدفع بالكارت لتربح مثلا للطيران هذا يعني دائما في شعور أنه اللبنوكة بيشجعوا على الكروتي لأنه عندهم مصلحة شو هالمصلحة في شغلتين لإلي أهيا مش ما معي كاش أنا مثلا ما كانت عيش في لبنين لما رجعت على لبنين جبارة جاءت عود روح كل يوم كل يوم تنين عبكرة اسحب مصاري لأنه بعدنا كاش ايكونومي كنت عيش في سنجابورة كنت قضي جمعة كلها بلا مصاري لأنه كله كان مش شامم ريحت المصاري جمع بس عم تدفع كل شي بلا ما تحكي مع حدا لبنين بعدنا كاش بس وليش أنا بدي أعمل الكارت لأنه أول شي ما عندي كاش وتاني شي بدي اللويولتي بوينت أنا عندي أربع أولاد وأربع أولاد بسفره إذا كل شهر اشتريت بخمس تاليف دولار كل شي آخر السنة صار عندي خمسين لما ستين ألف دولار ستين ألف دولار يعني ستين ألف بوينت ستين ألف بوينت يعني روحة عبريز بلايش بعدنا بدي كمينا تراكينج إذا عم بعمل أنا أكونومي عم بدرس كيف عم نصرف بالبيت كاش بكتري تتذكر شو صرفته بالكارت كله واضح ببين هلأ بنبرمع على البنوكة البنوكة شغلتهم هي ترانزاكشنز قد ما فيهم يعطوك قد ما فيك أنت تعطيهم تحط مصاري عندهم تستعملون إلا ما ترجع بعدين بياخدوا كوميشن من الميرشنط عن اللي اللي أنت دفعته المية اللي أنت دفعتهم وصلوا له 98 أو 90 أو إذا مش دغري سكرتهم يعني كمان عم بيكونوا في فاويت في فاويت نعم هلأ بخصوص لبنان قلنا هالطرق الثلاثة للدفع أونلاين في التشريعات والأوانين اللبنانية متوافقة مع هالطريقة الجديدة من العيش عم بصيرو عم بأيبولفين بلبنان اليوم فيك بعد ما فيه ديجيتل سيجنشر فتالما اليوم بتروع عال بالسوق وبتمرع الكارت بتحط يما بتمضي يما بتحط ال-PIN code هايدي زابطين يلي لازم نصلى إنه يصير في عندك ال-tokenization يلي مضيت مرة وما بتمضي كل مرة هايدي بعد ما وصلت على البنان regulation بس رح توصل قريبا نعم ولما بتوصل هايدي بيصير عندك طالما صرنا هلا أكترية ال-online payment من التليفون مش من ال-computer on the move بدك تقدر تدفع على السريع تدفع على السريع متبالنا قبل ما فيك تحط الكارت نمبر كل مرة نعم فواسنين شوي شوي عام هلا أنا بدي أشكرك واللي عم بتقوله أنا من هلأ لعشر سنين بدأت تصير المساري الورق اليوم متل المساري الحجر coins يعني بركة هالقد قليل collector خليوا العجنة بتفرجوا للباركينج لا صح أنا بدي أشكرك وشكرا لها المعلومات اللي عطيتنا إياها وإن شاء الله تكون مفيدة للمشاهدين لنبلش نحضر حالنا لكل هالتغييرات عم بتلحي عم بتلحي يعني هال لك فيه كيف عم بتتغير السبيد صير أسرع بكتير هلا كمان باللبنين نصرفي عنا كل شي فيه start-ups نعم البنك دوليبان عملت مشروع تتساعد ال start-ups فعم بيصير فيه أكتر وأكتر مشاريع اللي عايزين online payment فعم بيصير كتير مع البنوك الليبنينية اللي لازم عجله يصير فيه عندكم the right the online payment لأنه هل كل هالشركات بدون شي يقللوا يعملوا بسهولة the online payment هلا هيدا التحول يمكن أنت أحسن مثل يعني تعطينا كيف عم عايش هيدا التحول لأنه بتشتغل بين سنجابورة ودوباي وبيروت بتحس الفرق بين هالمدن لتلاتة أو هالبلدين لتلاتة إنه كأنك عم تنتقل من عصر لعصر العصر لعصر مش رح أقل لك هل أقدي عصر بس أكيدة بتشوف كتير بتروح بسنجابورة متبقيت لك قبل ما بتاخد كاش مش عايز كاش بنهارك بتروح ع دوباي صارت بعض عيز كاش تاكسي بعض عيز كاش بس كل التاكسيات صار عندهم الديفايس بعد لازم هلا يقلعو بتكر بعض يومين تلاتة رح يقلعو بلبنين إذا أنا بشوف كل جمعتي قديش أصرفت بالجمعة بعدني أكتريتو كاش من كارد نعم بس بعرف لوين رايحين أي الصرعة راح نروح في كذا مشروع وكذا complications عالطريق ديمنا بس رايحين لوين عارفين لوين رايحين نعم أستاذ ياس غانم شكرا للاك يعطيك ألف عافية استراحة ونرجع بعد الفصل للتواصل مع زفان الخط الساخن 7-1-106-111 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة